أن أذكركم وأذكر نفسي خاصة للمؤمنين منا ومنكم أننا مهما على شأننا مهما عظم قدرنا مهما كنا في هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن يعرف نفسه أنه لا قد لا يساوي شعر في رأس آخر نبي وأن نبي الله ورسل كلهم كلهم هجموا وأحيانا عذبوا وأحيانا قتلوا بعضهم سماوه مجنون سيدنا سيد الخلق سمي بالمجنون وسمي بالشاعر وسمي بالكاذب وسمي بكل التسميات من نكون نحن أمام هؤلاء اللي كانوا مؤيدين بالوحي من نكون والله يا إخوان لو واجهني العالم أجمع الناس هذي كلها مثل الأوكور الأرضية وأنا على يقين أني على حق فأني لن أتراجع ما كانوا سبهم وشتبوا وحجوماتهم لن أتراجع لأنني نشوفها على حق وحدث وإن راجعني شباب صغر في قضية في بداية العشرينيات من أعمارهم قبل سنة وسنة ونص وقالوا يستدرك غالط في ذلك القضية وهو علاش قلت له منتما على حق كنت غالط في ذلك الموضوع أستطيع أن أرجع للحق من عند صبي من عند شاب صغير من عند رجل من عند امرأة من عند شابة من عند شيخ إذا دلني على الحق واكتشفت أنه حق فأنا أخضع للحق أما إذا كنت أنا مقتنع وعلى يقين أني على حق فوالله لو اجتمع على الأرض جميعا ما وقفوني اللي وقفني هو أن هذا النفس يتوقف لن نتوقف أبدا على الدعوة لقيام دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون ما أقول لإخواننا من أخطع في حقي الله يسامح من يصر على ذلك الله يسامح والله يهدينا جميعا لا تنزعجوا لا تتأثروا فأنا لا يؤثر فيا كائنا من كان ولو كان تأثيري كان كنت وقفت منذ فترة طويلة نها 27 سنة تقريبا وليست 27 أسبوع أو حتى 27 شهر عمره كله فأنا على بواب الستينات الآن ترجمة نانسي قنقر